في سؤال بيتسئل كثير جدا عن الفرق ما بين الفيمتولايزك واليزك الكلاسيك ايه الفرق ما بين اللي اتنين ايه الفرق ما بين تقنية الفيمتولايزك والليزك التقليدي في الفيمتولايزك الفرق فيه للإشرة, اللي احنا بنكونها ونرفعها عشان خاطر نعمل اميكاكشن أو تطبيق للليزر على سطح القرنية ازاي القشرة دي نقدر اكونها هل أكونها بالكلاسيك ليزك أو المايكرو كيراتوم ده بيكون مشرط جراحي ولكن مشرط دقيق جداً بيعدي وسط طبقات القرنية ويعمل لنا القشرة دي ونرفعها ونعمل الليزر بتاعنا في السنوات السابقة حديثاً ظهرت تقنية الفيمتوليزك التقنية دي بنستعيد عن المشرط الدقيق جداً بيعدي وسط طبقات القرنية بجهاز الفيمتوليزر جهاز الفيمتوليزر ده بيبقى عبارة عن ضوء يعني بدل ما هو مشرط متل أو حديدي بيعدي في ضوء في طبقات القرنية ويبتدي أنه يفصل لنا طبقات القرنية إلى الطبقة أو قشرة دقيقة جداً نرفعها وبعد كده نطبق أشعة الليزر العادية طب إيه الفايدة أو إيه اللي نقدر نستفيده من تقنية زي كده نقدر نستفيده وإن إحنا نقدر نعمل قشرة رقيقة جداً إنها بتمكننا الفيمتوليزر من تحديد بدقة الليفل اللينا هقدر أعمل عنده فصل لطبقات القرنية وبالتالي ما حصلش تهدير لبقية ألساجة القرنية والموضوع يتم بشكل آمن وخصوصاً إن إحنا في هذا النوع ممكن إحنا نتحكم فيه بكل دقة في الديامتر أو قطر هذه القشرة وإحنا حوافها أو أطرافها تكون متسقة أو متسقة مع الأنسجة اللي حواليها وبالتالي إن الحركة بتاعتها بعد العملية أو الاستابيليتي بتاعت القشرة دي أو الطائع تكون بمنتهى الأمام ما تحركش من مكانها وده بيدينا استابيليتي قوية جداً بعد العملية طيب هل أنا دايماً لازم أعمل فيمتوليزر لكل الحالات لا في حالات معينة ولو حالات عندنا سمك القرنية بتاعها أوليل شوية مريض حابب إنه هو يحصل على أحدث التقنيات في تصحيح الإبصار القوست التعبي بأعلى شوية من الازك التخليدي ولكن هي تستحق هذا القوست أو هذه التكلفة لإنها فعلاً بتدي نتائج هيلة جداً وحتى إحنا نسعب نحب إن إحنا نستعملها عن تقنية تانية زي تقنية الفيمتوليزر وهي تقنية برضو حديثة وبتتم بالفيمتوليزر ولكن بتتغلب على الفيمتو سمايل في نقطة الأستيجماتيزم العالي الفيمتوليزك نقدر إن إحنا نعالج المريض اللي عنده أستيجماتيزم بشكل كبير أكتر من الفيمتو سمايل أحب أشكركم على متابعات كلية وأتمنى أن يكون الفيديو وصل لكم معلومة بشكل مبسط ورطيف ترجمة نانسي قنقر